أسعد الله مساكم بكل خير في الدور الممتاز لا نعرف أبدا من الذي سيفوز أو من سيكون بطلا إنها دائما مفاجأة هكذا أجاب نيمار جينيور لعب كرة القدم البرازيلي حين طلب منه أن يتكهن بالفائز فنفى المعرفة بالأمر نفيا مطلقة وهو الحال ذاته الذي صار عليه جنرالات التحليل السياسي للواقع التونسي منذ سويعات قليلة بعد أن نصبوا لأيام قيس سعيد رئيسا جديدا لتونس ومنعهم بعض الحياء من دعوته أثناء حوارات الضنينة يا سيادة الرئيس لقد غادر نبيل القروي مساء يومنا هذا سجنه بالفجاة ذاتها التي اقتيد بها إليها ليحدث أو ليحدث على السباق الانتخابي الإرباك عينه يوم دلف إلى زنزانته لا ريب في أن هذا الطارئ الجديد ينجو بالمسار الانتقالي لتونس من عرج تعدد المشيرون إليه حتى من خصوم الرجل نهيك عن مريديه فالخوف كل الخوف على تونس من أن تكالى لانتخاباتها حقا أو جزافا النغوط البغيدة ويظل الجمهور في انتظار العدالة حتى تجيبه وتكشف الألغاز أيام ثلاثة لا رابع لها ليختم التونسيون ماراتونهم الانتخابي الذي سيستغرق من حياتهم زهاء الشهرية واكثر قليلا ليكون لهم برلمان ورئيس بديمقراطية قد يسخط منها ممجدون لها سابقون تونس الخضراء سفينتك توشك على الوصول وإن عاندتها الرياح أهلا بكم أنا مكهلال النقاش يبدأ بعد قليل